الامراض الجسدية دي احنا يعني فئة كبيرة جدا بنتعانى منها صورة البكرة لما تحافظ على كرائتها وتيجي عندي الايات وانت بتكرق تردد الايات اللي فيها احياء في الصورة دي وتصحبها بشكل يومي وتتعمق فيه الايات اللي بتتكلم عن الاحياء في عملية الشفاء من الامراض فانت كده علاجك معك وده اول علاج وكلنا محتاجينه الامراض الجسدية صورة البكرة تعالج الامراض الجسدية بكل انواعها رقم اتنين السحر والعيد دول اهم جزئية تانية ايه في حياتنا من اللغباط اللي احنا بنعيشها في حياتنا والكرهية اللي انت بتتعانى منها اتجابها اي حد بيكرهك وحابب انه هو يزيد ان فيه اي ساحر او حاسد يعمل معاك حاجة وانت مصاحب الصورة دي في بيتك او في عملك ايا كان وانت بتكره الصورة دي بنية انه ما فيش حد يزيك لا بسح ولا بحسد بعين وده رقم اتنين واهم جزئية احنا برضو بنتعانى منها ومن بركتها في خطوة واحد وخطوة اتنين هتدق نعم تاني كتيرة من البركة بتاعتها الكراءة في الصورة دي بركة الشفاء وبركة التحصين من الحاسد والسرقم تلاتة وده مهم جدا وكلنا برضو فئة كبيرة جدا من ضغوط الحياة بتتعانى منه تقرأ عليه صورة البكرة بنية التحصين في الجزئية دي ورقم تلاتة ده القلق والديق النفسي يعني انت دايما الان عندك دي في التنفس يعني في نتيجة احداث انت عيشها الان اقولك اكرأ طالما فيك الصفات دي اكرأ الصورة دي بنية التحصين وارجاح طقتك زي الاول واحسن وده رقم تلاتة وايضا كلنا بنتعانى برضو من الرقم ده نتيجة الاحداث اللي احنا بنعيشها في حياتنا رقم اربعة وبرضو من اهم الصفات اللي انت تكرأ عليها الصورة دي ما تستغناش عنها والحقيقة هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها تركها حصرة حتى كمان كان معنا اختي بتقول انا كنت ملتزمة بيها وبعدين بقيت عنها دلوقتي بقيت تقيلة صعبة علي ان انا ارجع لها تاني اعمل ايه هي لعبة شيطان ملعون اهبل ان يبعدك عن كراءة الصورة دي لقي انت مجرد ما تكرأ فيها اتحرقيه او انت هتحرقه بعيد عنك تماما انسى ان يبقى مثلا قريب منك ويوسوس لك على شيء معين ويضغط عليك فيه مستحيل ما انت مرتاح نفسيا طالما انت ملتزم بالصورة دي بشكل يومي في حياتك ونتيجها عن تجربة شخصيا في جميع البركات الصورة دي بتبدأ نتيجها تطلع على اي انسان يلتزم بيها اربعين يوم سبحان الله ودي عن تجربتي انا شخصيا مش بحكي تجربة حد في البركة في الوعي في الصحة في السعادة الداخلية وانت ماشي كده في المدة دي مجرد ما تعدي المدة دي وانت مصحبها بشكل يومي اربعين يوم صدقني بتشوف بركة ما تتخيلهاش في حياتك الدي دي الرزق الحاجة الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها وعايزينها تبقى زيادة في حياتنا فاركم اربعة ده برضو تكرر لو في تعسير عندك في حياتك امورك لا يعلمها الا الله ضع النية على الاشياء دي وبنية البركة وبنية الارزاق وبنية ربنا سبحانه تعالى يسر لك امورك وحط النية وكرأ الصورة دي عليها وانت موجهها بنية الفرج عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب هيجي لك اللي انت حطيته في نيتك بالزبط وده ركب اربعة وبرضو اهم ركب احنا محتاجينه عايزين نعيش ومن اغزك في البركة في الكراءة في الصورة دي هتفرق معك جدا جدا ركب خمسة واهم ركب برضو معنا وانحنا عايزين يعني الست صفات اللي احنا بنعديهم دول دول فينا انا بس بقربهم لعقلك دول ستة من الف صفة علاجات من الصورة دي تحديدها ركب خمسة المشاكل العائلية يلا برضو اهم ركب تعرف ان فيه مشاكل زادت في بيتك يلا على طول افتح المصحف وكرأ الصورة دي بنية تهديئة المشاكل دي مش شرط يكون المشاكل معك انت وكنت يكون المشاكل في العيلة اللي انت قاعد معها في البيت مع والدك مع والدتك معك انت شخصيا انت وزوجتك مع اولادك يبقى توجه النية وتكرأ الصورة دي بنية فض النزاع ويوم ما انت توجه النية وتكرأ الصورة دي بنية موجهة بنية فض النزاع والمشاكل تروء يعني للحصول على السلام في البيت انت كده طلعت الشيطان فالنزاع هيتفض هيتفض ودي من اجمل مزاة كراءة صورة البكرة في بيوتنا عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه تركها حصرة وده ركم خمسة واهم ركم برضو يعني بنتعانى منه بشكل كبير جدا ركم ستة والاخيرة عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده التحصين من الشيطان انسى ان الشيطان يكون اغيب ليك او ياخد من منك معلومات ويديها لحد بيأزيك انسى دي بقى اهم عاجة فيك الست صفات دول ومن اهم العلاجات لان انت لو حصنت نفسك او انت حصنت نفسك من الشيطان خلاص الموضوع انتهى مفيش مشاكل مفيش دغوطات مفيش نزاعات مفيش امراض خلاص الشيطان له سبب كبير جدا جدا في حياتنا في الامراض وفي التعاسة وفي الفقر وفي جميع ما تتخيل من تعاسة في حياتنا له يد فيها بس خلي بالك هنا هو ليس السلطان عليك ولا علي ما له السلطة هو عليه وسوس بس بس احنا اللي بنمشي وراء الوسوسة الهابلة بتاعته اعمل كده اقوم نفس احنا بننفس بس وعشان التنفيذ بتاعنا ده من الشيطان الاهبل ده احنا بنعيش في احداث سلبية كتيرة في حياتنا فالستة صفات اللي عدتهم لكم ده دول اهم شيء بنية موجهة لو انت فيك اي صفة من الصفات دي اكرأ الصورة دي بنية فض واخراج المشكلة من الستة اللي احنا عدناهم مع بعض دول اشتركوا في القناة